بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما عودناكم أخواني الكرام أخواني مشاهدين دائماً عندنا مواضيع في هذا المجال تعالى الأسرة وما الذي أفسد الأسرة وكيف إن شاء الله نصلح الأسرة رب يقدرنا لحقوا رسالة الشباب بتاعنا أنه لازم يفهم من الدين تنر حنيف ما وصاش البابات واليمات على الأولاد وإنما وص الأولاد على الأباء سبحان الله لذلك بر الوالدين راه كبيرة من أكبر الكبائر سبحان الله لذلك شوفوا نوح للسلام شوفوا نوح للسلام كي عندو مرأ عياته عيانة كرهت له النهار اللي زاد فيه سبحان الله عاصية رب يبعث نبي يختاره يستعفيه يبحثه بالحق المرأة هذه ما دارش قيمة للسود سبحان الله وعلى ذلك المرأة لتحصي زوجها فقد أتت بكبيرة بالكبائر رسول صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها سبحان الله لذلك نوح عليه السلام يوصي أولادو رواح وحاولوني يودي روجي أمر عظيم نخدمه سافينا يوش تقولهم ما تروحوش معه هذا بابكم ضربة السمش على الصحراء للراس خرف راهو اللي نبعد ما تتبعوهش أنا يقول لكم تقعدوا هنا هو يا أيا في محل يا أولادي يا أولادي على ذلك جاءت الأمر الواقع غرقوا إن جاء هو وتسعين نفر معه سبحان الله لبث في قومه تسعمية وخمسين سنة لبث معاش هذه الدعوة تسعين واحد ادعاه اهتدى على يده إن جاء ركمح في السفينة يعني تسعمية وخمسين سنة اتهدى وتسعين واحد بمعدل كل عشر سنوات هو يجتهد باش يوصل الريسة لهذا الإنسان يوري له باللي ربي واحد لا شريك سبحان الله لوت عليه السلام عاش ثمانمائة سنة اتهدى على يده ثمانين واحد سبحان الله سبحان الله بمعدل كل عشر سنوات يتهدى واحد سبحان الله تسعمية وخمسين يتهدى وتسعين ثمانمائة سنة يتهدى وثمانين الرسول صلى الله عليه وسلم عاش لثو وعشرين سنة إسلام نصم الكرة الأرضية يستسرم على يد التعو للآن ما زالت الناس تخل بالدعوة بالدعوة الحمد لله والفضل لله سبحانه وتعالى وهو وش هو سبب النجاح تعال الرسول صلى الله عليه وسلم وش هو سبب لما طولت الدعوة تعالى عليه السلام ونوط عليه السلام وما يكون المشكلة لبعض العلماء الربانيين صابوا باللي الحكمة في المرأة الرسول اللي تزوج بآيشة عفوا بخديجة رضي الله عنها وعرضها كي عرفت باللي النبوة نزلتا إليه قاتلوا يا محمد مصاري في البيت والأولاد والدعوة عليها تكفل تابطع تربيه برسالة تربيه سبحان الله مع أنت رسالة الإسلام نجحت بمرأة سبحان الله واللولين تعطلت بنسى زوج لذلك بعض الناس يقول لك خير مرأة وشار مرأة كي المرأة اللي تربح وجهه وجه خير على هذا الزوج والعائلة وكي المرأة وجهه وجهه الشر غطع خسارة لا يصدرنا أول حاجة تبدأها تبدأ بالعجوزة ولينا فيه كوبوي ضوكا لزين دي وليكوبوي المرأة العروصة ما تحملش العجوزة والعجوزة ما تحملش العروصة والرجل في الوسط ديرينو لابريسيون عليه لابريسيون عليه لذلك بعض العلماء وش قالوا قالوا أربعة أمراض في التاكا هالتاكا مزمينة وتأدي للموت سبابها المرأة للراجل والراجل للمرأة ارتفاع ليس بتسكر في الدم سبابه ضغط المرأة للراجل وسبابه ضغط الراجل للمرأة القرحة المعيدية لقش دي ساق ضغط الدم والسكتة القلبية وبعض العلماء في عمل نفس ولمجتمع زادوا لديبريسيون نفس أنا دربها يدو في جاجا كسرها اللي دخل بطنو بي في سجراء اللي راح بعد الشر ولا مدمين خمر بعد ما كان تايب وتاقي ها ولا ولا دوش مو فيه رحة الخمر سبحان الله بعد ما كان إنسان تاقي وش كونه اسبابه مرتو الضغط يمك قالت أختك قالت مرتخوك قالت أنا سمحت واحدة الكلمة الجارة قالت وعلى هما راحوا احنا مروا هما ما يخدموش وواصلين وحنا نخدمو مش يواصلين الله يسترنا أبدأت الناميمة أبدأت الغتبة أبدأ الحقد وزيد على ذلك الحسد يوسف علي سايا مش كونه يحزده خاوته غيروا منه علاش بابانا نفضلوا علينا ويحبوا كتر منا سبحان الله حاجة سرت عربي ديره لازم قاعد نكونوا أطباء لازم قاعد نكونوا احنا يا مهنديسين ها تشوف خاوة واحد فلاح واحد طبيب واحد عالسكري واحد مسكين بوليس واحد مسكين أستاذ واحد مشي لاحق مسكين خدام أساس ها كتر خير ربي هذا أسباب نخضوها وكل واحد وش كتب له ربي وفي السماء رزقكم وما تعادون سبحان الله لذلك نسأل الله أن يبارك لنا فيما رزقنا وأن يزدنا ولا ينقسنا وأن يحفظنا من عين الإنس والجان سبحان الله إذا كان بعض الخاوة ما يسموش الله على بعضهم بعض جاني واحد الإنسان يعني احتراماتي معاش نتكو الأسماء جاني غضبان عيني من تفغين قلبوش سطر قلت له وش بك أخي غير خير اطلقوا لحك شوية طلقوا لتشكي ياك مزيّر هكا بزي وش بك قال لي ما نشي ملاشيا كيف أصلي الجامعة أنا نصلي الفجر في الجامعة قال لي ما نشي لاحك عاشتها أخويا قال لي من لي بار ما يخرج قال لي يلعب الدراهم قال لي عنده طنوبية كي لكم ما يج يا الله جيتني حج هكا طلعت معي قلت يا الله إيسان حساد هذا أخوه ما تطلقوش أنا بديت نتكمش أنا قدامه خفت الله غالب خفت قلت أنا إيسان هذا أخوه ما تطلقوش قال لي شوف أنا في حياتي شاحتي تجريبتي شخصية عال متزعفش مني وش حنقول لك قال لي ما نزعفش قول شيخ ولا غير أنا نحبك جيت لي قلت له بعلش شوف قلت ونعافزوش كلاب أكرمكم الله في حياتي تجريبتي الخاصة قلتوا كين كلب لا يسترنا ما عندوش ظهر يكل من البياد أكرمكم الله تاع الصلاح ومزنقا وملجيفة ومن نا ويضر هايم الضرير يموراه بالحجر الناس يتعلموا تلو تلو فيه متشردطن وبيدحسوه كذا وكين كلب لا لا مقلش عندو رويس رويس وتخل فيلي غيطاش ورثمولاه عندو كومبوت طبيبات تاعو سبيسيال الدار تاعو سبيسيال والحفاف تاعو سبيسيال والشامبون تاعو مقلش على هذا يصلي الفاجر وما يصليش سبحان الله عمرك ما تقيس صلاتك برزقك وتحسد الناس ورسول صلى الله عليه وسلم قال لما يقتل أحدكم أخي بعينه باركوا لأنفسكم باركوا لغيركم يبارك لكم الله أو كما قال سبحان الله عديدة ورواية كثيرة لذلك سبحان الله قال نحن محشر الأنبياء لا نتحسد فيما بيننا علىه قالوا دعي هذا الدعاء دعا به سلمان عليه السلام وهذا الدعاء دعا به أنا من جمش ندينا خليت دعا إنتعي الأمتي اليوم القيامة يوم الشافع إن شاء الله الله مرحيم يشفع فينا الله ما شفينا في رضا الله ما جعله يشفع فينا يا رسول الله يا الله يا ربي يا حير لذلك كالناس تخلي تحسد في ديارهم تسيب لعجوزة ما صبتشوش الدير كالن بعض الأجائز مشي كل شي منتهموهمش كالن بعض الأجائز ديكتاتوريين لكسر يتعسم ما تحبش عرصتها وليدها يمهنين تنكدلوا محياتهم أنا جوني شكاوي مرأة عجلاء جلاء ماشينا على عذيقة لا ما تغسلش بها قاسم من بي لمك يغسل بها سبحان الله ألا أهكاك أنا ما تغسلناش بها بكري تي ما تغسلش بها ذوكا مغطينهم محطينهم متفرجوا فيهم ويش غزرت في الأجواز فرش لأخص إصلاحة التلبين كنتم يعدي الصبر وربي جزيكم حتى إن شاء الله ربي فرج عليكم باش ما تكونش الشيقاء في الأئلة هذية لذلك نسأل الله أن يفقهنا في ديننا الظلمة وحرام حرام حرموا ربي على نفسه وجعلوا بناتنا حرام قال فلا تظلموا سبحان الله لذلك نحوس أن نقرب لهذه الأئلة ونقولهم يا ودي أسمحوا لبعثكم بعض أستغفروا لبعثكم بعض أعونوا لبعثكم بعض رأنا قعضية في دار الدنيا رأوا سبحان الله العظيم موت الفجأة ودير حالة أنا صباح جنيزة أميل وش بيك إذا قال لي أخويا مات قلت له أخينا عفوها قال لي أحبس قلبه خرج أحبس قلبه أخي ما كز قال لي والو نورمان أخرج طاح في القاعات داوه قال لي بدفناه بطور بيرحمو يتغمضو برحمته قلت نخمم مناق عندي مانباس مانتين شفتو قال لي رأني ماشي مليح عندي استر قال لي في كولونتعي رأني مضايق خاطري بطلوهم الخدمة ما وش لاحق زري صدروا قلتوا يا ودي هون على نفسك ما عليش ربي شارعي بدل ساعة بساعة وش الله كده يعني وإحنا نشارعا ندعو بارنا البعض في ظهر الغيب لأنه كل منار نمعرضي الخطأ هدايا والخطر هدايا جار حاسد جار جار يهدر فيه جار جار يغتب فيه جار جار يشهد شهد تزور فيه جار سبحان الله المحاكم على شبر تعالتراب على تاقة على باب على كذا لا إله إلى الله ورسول صلى الله عليه وسلم قال مازال جبريل يوصيني والحد يتعرفه حتى ظننت أنه سيورط واني خايف كاش نهار يجي ويقول لي جارك يورط معك سبحان الله لذلك سبحان الله الجهر والأشجار والأثار لا يسترنا لا حسد منه لا غير منه لا نميمة منه لا كل شي منه نسأل الله أن يهدينا الحمد لله الذي عافانا بما ابتلاهم به وفضلنا عن كثير من من خلق تفضيله لذلك شوفوا يوسف عليه السلام خوتوا لحسده خوتوا ما وفي البير وزادوا كذبوا على بابهم وخباوا يعني هذا الخلق ما كاش خلق ما هو في وقتنا كاين نسأل الله الهداية بارك الله بكم ونسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يجمع شملنا وأن يعافينا ويرحمنا برحمته ولا نهلك إلا وهو ولا نسأل الله لا يهلكنا بما فعل وعمل السفاء منا وبرك الله فيكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة